انطلقت امتحانات الشهادة السودانية بشكلها العادي لكنها لم تكن كذلك هنا في منطقة الفشق بولاة الجضارف فللمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاماً يجرسوا الطلاب هنا قريباً من ديارهم وأهلهم والفضل في ذلك يعود لعملية عادة الانتشار التي أطلقها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والوضع آمن ونحن حاضرين إن شاء الله بإذن الله لحماية الطلاب داخل وخارج الفصول ونحن نقول لهم إنه ما في حاجة على أساس إنه الناس ستخوف عليه الطلاب والوضع آمن بإذن الله إن شاء الله وبمجهودات كل اللقبان في الغوات النظامية وبمشاركتهم إن شاء الله بإذن الله يعود الطالب إلى منزله بالسلامة سلطات بولاة الجضارف ثمنت هذه الخطوة عالياً كونها قد عانت الأمن والطمانين لمناطق عانت ما عانت في السنوات الماضية من تغول المليشيات الأثوبية وأثر ذلك على العملية التعليمية بالمنطقة عندنا حوالي 103 مركز موزعة على أنحاء الولاية ولكن هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية هناك مراكز كان للأثر الأمني له الوقع لذلك كان عندنا الآن مركز في محلية القريشة أو محلية الفشقة مركز جبل جنة وهذا المركز الجوانب الأمنية والاستغرار الأمني هو من الأشياء الأساسية والرئيسية التي ساهمت في أن يكون هذا المركز في مناطقنا مناطق الحدودية بيننا وبين الجارة السيوبي لذلك نحن نحيي جيشنا السوداني للدور اللعب معه القوات الأمنية لعملية الاستغرار ولتحرير الجزء الأكبر من مناطقنا في منطقة الفشقة ولم تقتصر مساهمة القوات الأمنية في حفظ الأمن فقط بل وفرت قوات الدعم السريع مياه الشرب لمراكز الامتحانات وساهمت في عملية نقل وترحيل الطلاب إلى مراكزهم غمنا بالإمداد بالمياه لكل المراكز الامتحانات داخل ولاية أو محلية البلدية طيب القضارف كذلك ترحيل الامتحانات من المخازن إلى داخل البلدية وخارج محليات الولاية وأيضا لنا إسهامات في ترحيل الطلاب من وإلى المدارس إنعقاد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق الفشقة المستردة يعد وبحسب مراقبنا تحول مهما نحو استدامة الاستقرار واستعادة الأمن لواحدة من أهم مناطق الإنتاج في السودان اشتركوا في القناة